وش الشاحن المناسب لأجهزة الآيفون 15؟ في تشكيلة جايبة عسى سأوريكم كل شي والفرقات في البداية الجهاز رح يجيب استرامعه سلك يو اس بي سي تحتاج شاحن يكون في منفذ الو اس بي سي هذا مو هذا هذا طيب وش الشاحن اللي تاخذه؟ أنا عبدالله أستخدم هذا لأنه في تقنية القان شوفوها مكتوبة عليها تقنية القان وش فكرتها؟ فكرتها أنها تقدر تشحن كل أجهزتك فيه ش واحد فأنا أشحن منه الكمبيوتر أشحن منه ليباد أشحن فيه كل شي فتقنية القان صراحة جدا رهيبة أنت تحتاج منافذ الو اس بي ما تحتاج الو اس بي العادي تحتاج الو اس بي سي طيب وش الخيارات اللي موجودة في السوق؟ عندك راف باور هذا الخيار صراحة جدا رهيب 20 واط عندك بيسوس قاعدة الشحن هذه وصراحة رهيبة في منها من راف باور بعد والظاهر أنكر وكمان تدعم تقنية القان هم حلوة فيها منفذين يو اس بي سي ومنفذين يو اس بي عادي وصراحة رهيبة 65 واط وكويسة شوفوا هذا من أنكر شاحن صغيرون في منفذ يو اس بي سي ومنفذ يو اس بي عادي 33 واط هذا عندك كمان كمان بيسوس شوفه صغير وخفيف ترى شوفوا طعح مني والله بسم الله بيلكن خيار جيد ترى بالسوق وفي منها شواحة مختلفة شوفه هذا 65 واط وفي منفذين يو اس بي سي وعندك هذا 140 واط وفي ثلاثة منافذ يو اس بي ومنفذ يو اس بي عادي وفيها يعني مفيدة للسفر بعد وعندك أيضا بيلكن وعندك أنكر الصغير هذا طبعا نسلاك عد وغلط كل الشركات موجودة أهم شي منفذ يو اس بي سي تو يو اس بي سي اللي هو هذا شوفوه اللي يجي هذا من يو اس بي سي الى يو اس بي سي كلهم نفس الشي تعم فهذه طبعا أنا عندي هذا من رف بور اثنين متر حل وبس والله لكن إذا ناوي تشتري احرص انك تاخذ شاحن تقنية القان وعادي تاخذ العاديات ترى تقنية القان شوي غالية بصراحة ميزتها انه شاحن واحد لكل أجهزتك ترجمة نانسي قنقر